بسم الله الرحمن الرحيم والنسائي والترمذي وأبو داود في سنمه عن أبي هويرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان إن قطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات يعني به نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أن ابن آدم رزلا كان أو امرأة إذا مات لا يكتب له ثواب أعماله تتوقف هنا لأن ذلك الوقت هو وقت الحساب إلا إذا كان عملا دائما الخير مستمرا نفع مثل الصدقة الجارية أرض أوقفت أو مال أوقفه أو علم ينتفع به كالتعليم وتصنيف المؤلفات وإلقاء المحاضرات كما في زمننا أو ولد صالح يدعو له وانتبهوا معي في هذا القيد صالح والشاهد موعظة اليوم وشاهد الحديث الذي نريده هو ولد صالح يدعو له فقال هنا ليس أي ولد بل قال صالح إذن شرط فيه الصلاح ولا يصبح الولد صالحا إلا إذا تربى تربية صالحة على الأعمال والإيمان والأخلاق الإسلامية الحسنة والمدرسة الأولى لهذا من هم الآباء الأم والأب يعلمون أولادهم سواء كانوا بنين أو بنات الأخلاق الحسنة الصفات الطيبة الإيمان العون يعني جميع الأخلاق الاحترام يعلموهم أحسن الأخلاق لكن إذا ضيع الآباء تربية أولادهم فأين سيتربى الأولاد كيف سيكونون صالحين يدعون لهم بعد الممات لا يمكن لعلهم يظنون في المدارس المدارس لا تربي إنما المدرسة الأولى هي مدرسة الآباء لابد من الآباء أن يبدأوا بتعليم أبنائهم وإنما الصغير يرجع في صلاحه لأبويه وإذا ذهب إلى المدرسة فيتعلم العلم وما نقص من الأمور فتكملها المدرسة العبرة من هذا أنني اطلعت قريبا على مقطع فيديو هذا المقطع تشكو فيه أم أمريكية لديها ابن هذا الابن قد أصيب يعني له إعاقة وهو من ذوي الإحتياجات الخاصة لكن في المدرسة يوميا زملائه من البنين والبنات يقومون بالسخرية منه يتنمرون عليه يسخرون منه يشتمونه يسبونه يعيبونه بشكله وإعاقته حتى إنه كان في هذا المقطع يتمنى الموت هذا الطفل الصغير في المدرسة يعني وهذا ما يحصل الآن ظاهرة التنمر تحصل الآن في جميع مدارسنا الابتدائية والثانوية والمتوسطة وفي كل المدارس فكانت الأم تتكلم وتقول تخاطب الآباء هذه الأم الأمريكية غير مسلمين تخاطب الآباء وتقول رب أبنائكم أيها الإخوة والأخوات هذه دولة راقية هذا حال الدول الراقية ولا محل قد أصابنا هذا الشيء في بلادنا الإسلامية لكن عندهم ظاهرة منتشرة إذن التطور ليس في التطور المادي هذه بلاد التطور والرقي إنما التطور الذي جاء به الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فيجب أن نربي أبنائنا على مكارم الأخلاق أولا في بيوتنا مشى الطاووس يوما بعوجاج مشى الطاووس يوما بعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربه فأسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم أن يوفقني وإياكم للاهتمام بأولادنا بنينا وبنات وأن نشكر الله سبحانه وتعالى على رزقنا ذلك وأن نربيهم أحسن تربية حتى يكون كما جاء في الحديث ولد صالح يدعو لك هذا وجزاكم الله عننا كل خير وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر